تواصل مدينة شارم الشيخ استعداداتها لاستقبال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 يأتي الممشى السياحي بمدينة شارم الشيخ من ضمن أهم المشروعات التي أقيمت لإضافة لمسة جمالية يتمتع بها الزوار ويتمتع بها وفود المؤتمر هي لحظة استمتاع بهذا المشروع الحضاري الترفيهي فعلى مساحة ستة كيلومترات على طول جانبي طريق السلام هي مساحة الممشى السياحي الذي يخدم مشروع الهوية البصرية ويتضمن 82 محلا تجاريا بالإضافة لأعمال التجميل والتشجير والإنارة والرصف والتي تتزامن مع رفع كفاءة طريق السلام ويتوسط الممشى السياحي مسلة فرعونية ومقاعد للجلوس فضلا عن وجود منطقة ترفيهية بها عدد من المطاعم والخدمات الأخرى ويسابق فيها هؤلاء العمال الزمن للانتهاء منها في أسرع وقت مما يجعله مشروعا حضاريا يواكب توجه الدولة نحو التحضر للأخضر هذه صورة رصدنا من خلالها الأعمال التي تتم في الممشى السياحي بكل خدماته الترفيهية والاجتماعية لينتهي المشروع بشكل كامل بعد أيام قليلة ليستمتع الزائر بوقته في المدينة الخضراء من مدينة شرم الشيخ محمود جميل التلفزيون المصري